حسنا نقدم. أحمد نقابة اللاعبين. موضوع كاس العالم للأندي قاعد منزل يثير كل يوم تقريباً تسمع أخبار عن موضوع ذي عام ٢٢٥٥. ونحن لا يعرفون أن يمش ترسل أمور خاصة جمهور تراجي معاتها بيدين المساقي يحب التم المسابقة. هذا اللي فهي بريستيج كمام للفريق متاعه. نقابة اللاعبين في العالم. الاتحاد الإسباني رابطة رابطة الاتحاد الإنجليزي قدموا شكوى للمفاوضية الأوروبية. المفاوضية تابع الاتحاد الأوروبي. مش تابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. حتى في حقوق الشغلية متاع الملاعبية الداخلين فيها يحبوا يوقفوا المسابقة هذي. تعرف البوليميك اللي يصير حاول التعب متاع الملاعبية. والله أول حاجة نتمنوه نرجوه هو أن الكومبيتيسيون هذي تصير لأنه فيها فريق تونسي بشي مثلنا. وفيها معانتها عوائد مالية كبيرة وفيها إشعاع عالمي كبير. لكن أنا في تقديري هو المسألة عند الفيفا هي اللي صحبت القرار. الفيفا متشبثة بالتنظيف. نعطيك حتى تصريح أنفانتينو يقول الفيفا ينظم واحد بالمئة فقط من مقابلات الأندية الكبيرة في العالم. بينما تنظم الربطات الوطنية والاتحاد الإنجليزي المحلية باقي المقابلات. أنفانتينو قال في تنظيم البطولة هذه تعود بالفايدة على كرة القدم العالمية بشكل عام وليس فقط بعض الأندية الكبيرة. وأضاف مهمتنا في فيفا هي تنظيم الفعاليات البطولات لتطوير كرة القدم على مستوى العالم. الكثير من دول الأعضاء تصل نسبتها لسبعين بالمئة تعتمدها دعم الاتحاد الدولي لإبقاء ريافة كرة القدم حية. معناها الملخص كأن البطولة هذه مستفيدة منها حتى الاتحادات كما نقول الفرق لأقل مستوى مادي كما ترجل أهلي برابور الأندية الكبيرة في العالم. معناها تقول يهموني الأندية هذا مزيدا مشكلة الأندية متاعكم الكبيرة. أنا في تقديري مدام الفيفا متشبثة بتنظيم كاس العالم للأندية التصريحات هذه هي مجرد تشويش على المسار. هذه هي مستصريحات فقط ولد خطوة وشكوة معناها ونقبت شكوة قضائية للاتحاد الدولوبي. مستصريحات معناها. أنا سمعت حتى دي براين دي براين وصل اسمعته قال لو وصل الأمر للمقاطعة أنا ما نشمشين. خليهزوا ليكيب باي ويهزوا معناها وصلوا وهدوا أنهم حتى الفرق بشتمشي بالريزيرف. هو رودري أعتقد ذلك. هو هو اللي قال على الجريف بعد عمل كروازيه وهو بيدو. خاني خرايك أنت يا أستير. تجم تيخوا معتها منحة جدي للشكوة هذه المفاوضية الأوروبية. وإلى الفيفا هي السلطة الأعلى في كورة قدمه هي تاخد دي سيزيون. لا هو لو كان يصدر قرار قضائي بش يكون ملزم للفيفا رأو. إذا كان قرار قضائي يقضي معناها بإيقاف المساب قضية سيكون منزم. وعندك أكبر دليل على ذلك المحكمة الأوروبية في القرار الشهير متاع بوزمان معناتها معروف. يعني ألزم اللاري بوزمان معناتها هو حا. وتعرف مليح أنه حتى قرارات التاس. معناتها في جوانب معينة يقعد تعن فيها لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية. لذلك الهنا. ليس يقولون ما يدخلتش الرياضي في الهواء. لا يا أخي الرياضي ما لدي الرياضي مسايب في الهواء وحده. ليس مسايب راماهم. ليس دولة وحدهم. وما يأخذين بارتيهم الكورة الأرضية ويعيشوا وحدهم. ليس خاضعين زاد القوانين الدول. ليس اسمو سمحني. بلاتير وقت اللي وقع اتهاموا بالفساد شكون اللي خذاء المنح. ليس فساد ما يشمو الكورة. ما أعطيتك جانب أنا. بوغ بروفي اللي معنتها للقضاء العدلي يدخل روزادة في جوانب معينة. ولهنها خط الفيفا ببيدها مورطة روحة. ليس لأن الفيفا ببيدها تعتبر أنه عقد اللاعب هو عقد الكنترات ذاك اللي بين اللاعب والفريق هو عقد شغل. وعقد الشغل يأخذ على قوانين مدنية تسيرها وتنفذها المحاكم. لهنها الملعبية يقولك أنا يا أخي ثم معنتها خطر انتروتر سمعت. أنا علش نرجع لك السيزمو دي بروين. دي بروين جبد حتى على الجانب الطبي معنتها قال إنه الملفات متاعنا معنتها الشكوى متاعهم مدعمة حتى بأكبر الأطباء الرياضيين في العالم اللي معنتها معروفين. يقولوا معنتها هنو سيونتيفيكمان اللي بدن متاع الملاعبي اللي يلعب فلو نيفو حاشته بثينة وعشرين يوم راحة ولا قديش. كمبليت. ومبعد لربريس. هما قال لك بالبطولة هذية. بالبطولة هذية بشيرتاح وكان خمس أيان. هما حتى من ناحية العلمية معنتها ملفهم أي. يقولوا معرضين معنتها للبليسير. لا يقول لك مرثم حاجة أخرى زادة. يحب يمشي زادة وعيلته وولاده. وولاده فمت. لذلك لهنا الشكال معنتها هي عركة قضائية. ننتظروا معنتها لهنا اللعبة خرجت من التيران. ودخل التوا معنتها هي عركة متاع محامو الفيفا. ضد معنتها المحامين متاع الرابطة هذية ندية اللعبين المحترفين. اللي هي معنتها العود متاح الشتاء. ومعهم رابطة الليجة ورابطة البريمير دي. اي. لا وصلوا حتى يهدوا. ما تتذكر عمناول وصلوا حتى يهدوا بالخروج معنتها بشي عملوا ليج وحدهم. وقال لك احنا الفيفا هذية معنتها تخذر لنا معنتها واحدة ميزاب متاع فلوس. تخذر لنا فقط من الجانب المادي. هيدا نظري لكن تطبيقي كيف كيف ترق. صعيب معناها مش يعملوا انشقاق الانديا ولا اللاعبين على الهيكل الكبير معناها في كورة قدام العالمية. لا صعيب. لما هو يهدد راو. التهديد معنتها جيش باش ياخذ معنتها. باش ياخذ معنتها بالاعتبار للكلامه بتاع. وإلا يلقاه حلول معنتها. لكن راو صعيب ياسر الرابطات ولا الواحد تخرج معنتها. راو راو لفات دو دير باش نمشي. او بير ديكا باش نمشي باليكيب بي. راو تهديد في حد ذاتو. شو فيفا تعمل الكوب دي مونت دي كلوب. يجيبوا لها الرزيرف. خاطر في الشارت بتاع. لا في الشروط صحي. في الشارت لا مثلا ماش. ما مش حاطين معنتها اللي كيب. حاطين للفريق اللي يربح معنتها ريال مدريد بارسلون. اي جيتك انا بارسلون ما جيتكش سلتا فيه. نجم يجيب دو زيامي كيب. صحي تاي هدوا انهم مش يمشيوا بالدو زيامي كيب. لكن بالدو زيامي كيب ولا بالواحد راو مش نفس العائدات. ما يمشيش الناس انا نمزل نسمع بارسلونة جيتني ولا مانيش عارف انا. حاجة اخرى حاجة اخرى اسلام. في بالك اللي لحد الان الكرام تاع الملاعب ما تمش في امريكيا. لا تم الاعلان على الملاعب. شو ما تمش. لا نحكيلك العقود لم تمضى ثم خلاف. معناها ما نتصورش. لا. معناها الفيفا لحظة 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 لحظة. استير. ما نقولوش اذا ما نحبش نقولو يتعدى كلام هكيكة. فيفا اعلنت على الملاعب. تتصور الفيفا بكلها. اعلنت على ملاعب المسابقة. من غير ما تأخذ الموافقة. فيفا اعلنت على ملاعب المسابقة. اعلنت على الملاعب. لكن توا ثم مفاوضات على كرال. لانه الملاعب خاصة في امريك. روسي بالو سيستيم اوروبيان. لح لح لح. معناها الفيفا تعلن و بحث تتفاوض. لا يخوض. ما هوش منتك. تيوبا فوار إذا تمت. معناتها المحكمة حكمت بإجراء الكوب دي موند. تيوبا فوار لي ثمة تيرانات سياقة حذفهم المسابقة. لم تتعلمش تدافع باش تحسك تحب تحب يتحب يتصير. لا 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 نحكي من منظور قانوني. نحكي من منظور قانوني. أنا طاو كان نحكي لك معلومة أخرى. الاسبونسور. عندك فكرة على الاسبونسور. ما زيلو ما تموش. ما زيلو ما تموش. ما زيلو صحيح. عليش. ما هو لازم الكونفيرمسيون. ما فهمت شلم ما فهمت شفهم. يا اخي الفيفا منين؟ أنا نحكي لك على الفيفا. فتك الفيفا قانوني على الملاعب. ما قانونيتش علي سبونسور. منين بش تكري الملاعب؟ ما غالجش سكتوس الفيفا بس تكري سبونسور. يا يا رجل. الفيفا. الفيفا. راهي منظمتها هذية. رأي مهمش يكتبوك يقول لك منظمتها فلوس. صاريك. الفيفا راهي شركة. راهي ستون فير مجيانت متاع فلوس. راو إذا كان نجي واحد يحكي لك يقول لك راي الفيفا معنتها تلوج على مصلحة الكورة العالمية قلوا أخويا شيئة طيبة وإن شاء الله ما عرفها طيب فيفا فلوس خويا قصينا عليك طالق في نفس السياق معناتها كما كنت لك راو صعيب ياسر بشي معناتها هو راو التصعيد والتهديد جيست معناتها بشي ياخذوا معناتها بالاعتبارات متاع النوادي وإلا معناتها يشاوروهم أما نتصور أنا حسب رأينا راو مش يلعبوا كوب دمونت لأنه فها برشا عائدات سواء كان ميلية ولا حتى على مستوى العالم الأنظار متاع العالم الكل مش تتوجه معناتها الكوب دمونت دونك حسب رأينا معناتها هذو ما ديما دي كواليس يبقاوا باش ياخدوا مبين طيب ما يفهم مشكل الانديا الكبرى ما تعني لها شيء بطولة العالم الانديا ماذا ما تضيف لها حد شيء سواء على مستوى المادي ولا على مستوى البرستيج ش zest تكن يعنيهم يعنينا إلا أن راحنا فرق الافريقية والفرق الأسعوية يعنينا أن نشاركو في في بطولة العالم أما أغلبية الفرق اغلبية مي اخذينا بطولة العالم لكن في الإخر نتصور رأي ما شي يلقاهو ألو مش يلعبوا الكوب دمونت دونك unwanted كان عاجل يلقاهو ألو شيء العب وما لعليش هذا فإلى حد الآن متشاب ببصى بلعب الموسي مشابت دونك إذا متشاب شآ فراهوا تسعين بالمية ولا تسعة وتسعين بالمية رأي ما شيلعبوا وامور الاسبونسور والواحد وكذا كل راوم يلقاهم وما بعد اذا كان ما فيهاش عقوبات فما انديت نجم تنسحب لا تتصورش في عقوبات لا اذا كان ما فيهاش عقوبات ماتر نتصور انا من حقيق انا نعرش انا اشك فما عقوبات شوف رأول اهنا ناس هما عندهم ستاف جريديك عندهم فريق قانوني يقراها من هني قتلك انا عليش فريق شمعت او سمحني ماتر هما يصحوا اقبل على كي يبعثونهم مثلا دي كونترال لكلوب يصحوا على الانجاجمون وشنو فيش لا ما هي الفيفا تبعثلهم تبعثلهم وتقول لهم ها وشنوها لازافونتاج دي ما الفيفا راي تمشي ماتل مشي مهمش في الالتزامات تمشي فيها وشنوها انتي بشتربح لو لاني الثاني رابع كي تشارك دوزين بور كاذا دوزين تور الى اخير الى هنا هما اللي كلوب يمشيوا في هي لعبة علاقات راو الكواليس هي اللي بشتحك اللي نشوفو فيه نحنا الكلو انا توثم حاجات في الكواليس مثلا الناس تحكي على الحصان متاع العركة الكبيرة الحصان الولاني ولا الفكرة الكبيرة هي صحة اللاعبين ولا الجانب الصحي والبدني بارشا ما تشويتها حتى الولايات المتحدة الامريكية نفسها نحكي لهنا وهنا تعرف الدول العظمى فما فرق بين الليج متاع الفوتبول البروفيسيونال اللي في امريكيا اللي هي تنسق مع الفيفا وفرق بين الحكومة الامريكية الحكومة الامريكية توا مثلا عندهم الهاجس متاع المظاهرات عندهم الهاجس متاع حرب غزة ولمباكت متاع حرب غزة عندهم الهاجس متاع شنو بشي يصير في التيرانات والدعوة لل كي ما صار في ايرلندا حتى الولايات هذية قاعد داخل راو راو برشا حاجات يحسبوا انا قاعد نتبع فيهم الجانب الهذية قاعد نشوف لانو انا بالنسبة لانا كعربي طارجي رياضي تشارك والاهلي المصري وكذا نفرح على خطر بش تخرج البندرول متاع فلسطين في قلب امريك هوم يخموا فيها لحكاية ذي وقاعدين للحكومة الامريكية تخزر بمنظر اخر الفيفا ما يساعد هاش التضييقات على الجمهور بش تطيح من مداخيل دونك ثم لعبة كبيرة قاعدة تصير ماروين انت ما يهمكش باسم اوضوضا ليه مش مهم ليش عليك 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 الحكاية ماذا بيه متلعبش ليه بالعكس ماذا بيه ماروين ماذا بيه يرجعلك للنقطة تقبيليك انطلق ليه لا الحكاية كل حاجة في إبلاسات هلأتيتك سليمي راينا ديما نقعد ونحترموا الجمعيات واليوم راي وتحبوا اليوم تراجي يوم في العنوان في راديو ميسك ماروين تاج نقطتين صحيح 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 تراجي بتنفاتونس ليه حتى انت ليه ما قلتها اليوم انت حتى قلت حتى قلت حتى مترابلسي يقولك يقولك اسباك يقولك اسباك علي تقول لا لا صحيح ماروين يخسر البتين ده بحيح بحيح يمشوف اسل موسيقى بعد انكم دوت إيحف جوزة منحسنتنا اليوم